النهاردة أعلنت حوزات الثقافة نجاح جهود بالتعاون مع وزارة الخارجية في ايه؟ في تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية واستطاعت مصر خلال الدورة السبعتاشر لللجنة الحكومية الدولية التابعة ليونسكو لصون الأثاء التراث الثقافي غير المادي واللي بتقام في العاصمة المغربية الرباط في حشد تأييد واسع وصل إلى حد الإجماع على تسجيلها رحلة العائلة المقدسة على قوائم اليونسكو ده شيء رائع خلونا من المغرب نستقبل على التليفون دكتور نهلة إمام مستشار التراث الثقافي غير المادي بوزارة الثقافة أهلا بك يا دكتور أهلا يا فانتر إزاي الصحة؟ كل تمام؟ مبروك 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 علينا وشكرا لكم مبروك لمصر جميعا احنا بنهين الشعب المصري وندفلوا قبر إجراج نجاح إجراج ملاث الاحتفالات المرتبطة برهلة العائلة المقدسة على قوائم السراث الثقافي غير الماسي للإنسانين هنا يجي سؤال دكتور نهلة هيحتاج يسأله دايما أي مواطن في مصر أهمية دا بالنسبة لنا إيه في مصر أهمية دا بالنسبة لنا إيه في الحركة السياحية لو صح التعبير أهمية دا بالنسبة لنا إيه في السياحة الدينية أهمية دا بالنسبة لنا إيه ثقافيا وتراثيا أيضا إنه يتم إدراك دا في اليونسكو أو مع اليونسكو محدش يقولي ان الخط قطع الخط قطع فعلا دكتور نهلة يا دكتور دكتور نهلة ارجوك اتمنى من كل انواع التكنولوجيا ان الخط يرجع لنا مرة تانية على كل الى ان نعود الاتصال مرة تانية بدكتور نهلة امام مستشار التراث الثقافي غير المادي بوزارة الثقافة زي ما كانت دكتور نهلة بتقول هو فعلا بجد لازم تفهمين ده موضوع شديد الاهمية مبروك بجد لنا كمصريين ادراج هذا الموضوع امام اليونسكو ان يبقى مصار العائلة المقدسة هو مدرج امام هذه المؤسسة التابعة للهيئة الاممية شيء شديد الاهمية لمصر ده واحد اتنين ده يساعدنا جميعا بالمناسبة حتى في اطار بعيدا بقى حتى عن التراث والثقافة انت بتتكلم هنا على انك انت هتحول هذا المصار الى شكل من اشكال السياحة الدينية عايز اقول لكم على حاجة لطيفة اوه مصر ربنا سبحانه وتعالى ادالها حاجات كتير وميزها اكتر من كل الامم قل لي مكان ربنا سبحانه وتعالى تجلى فيه غير مصر جبل التجلي عندنا في سيناء صح السياحة دينية سياحة دينية ايه مش هزار طيب مصار العائلة المقدسة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام السيدة مريم العضرة السيدنا يوسف النجار والرحلة بتاعت العائلة المقدسة من فلسطين دخولا الى مصر حتى استقروا وكانوا امنين في هذا البلد ودي رمزية واشارة ورسالة مهمة من ربنا سبحانه وتعالى على الامن والامان في هذا البلد وان هذا البلد بالمناسبة هي ارض مقدسة مصر دي ارض مقدسة بمصار العائلة المقدسة ارض مقدسة ده واحد بالتجلي العظيم تجلي صاحب القدرة المطلقة ربنا سبحانه وتعالى على هذه الارض فهي ارض مقدسة عاوز ترجع للنصوص الدينية في الكتب التلاتة فان هذا الوادي مقدس يا موسى اخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى فاتفقت الكتب المقدسة اللي بعاتها ربنا من السماء لنا هنا كبشر على الارض على انه هذه الارض مقدسة تقعد انت بقى تسأل وتقول الحاجات دي كانش بتاعيب الزمان ليه والله الدمعة تفر من عيني محدش فينا عنده اي اجابة على ده كانش معايب الكلام ده من الزمان ليه اشتركوا في القناة